اشتركوا في القناة وشارك من جانب دول آسل وسطى وزراء الخارجية في جمهورية كازغستان واتركملستان وطاجكستان وقرغستان ونائب وزير الخارجية في جمهورية أسباكستان وبمشاركة معالي الدكتور نايف فلح الحجرة في الأمين العام لمجلس التعاون وقد ألقى وزير الخارجية في الاجتماع كلمة عبر فيها عن الشكر لكل الجهود الطيبة التي بذلت لعقد الاجتماع لتعزيز التعاون وتنمية العلاقات بين الجانبين في كافة المجالات تأكيدا لعمق العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط بين دول وشعوب مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى تم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة التي تربط بين الجانبين وسبل تعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات وتنمية المصالح المتبادلة وصدر عن الاجتماع بيان مشترك رحب فيه الجانبان بنعقاد الاجتماع الوزري الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى مؤكدين فيه على الالتزام بتأسيس شراكة مستقبلية قوية وطموحة بين دولهم بناء على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين شعوبهم والتعاون القائم بينهم على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف وفي شتى المجالات وأوضح البيان أن الوزراء تبادلوا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية وأكدوا أهمية تنسيق المواقف بين الجانبين من خلال آليات الحوار الاستراتيجي التي تم تأسيسها في هذا الاجتماع وأشار البيان إلى أن الوزراء أكدوا ما تم الاتفاق عليه بشأن تعاون المشترك لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي العالمي ومعالجة المضاعفات التي ترتبت على جائحة كوفيد وتعافي سلاسل الإمداد والغذاء والطاقة والأمن المائي وتطوير مصادر وتقنيات الطاقة الخضراء ومواجهة التحديات البيئية وتغير المناخ والتعليم وخلق فرص الأعمال ودعم الاستثمار وأكد الوزراء على أهمية الصلاة بين المبادئ والأهداف والأولويات الواردة في مفهوم التفاعل لدول آسيا الوسطى في الإطار متعدد الأطراف الذي أقره رؤساء دول آسيا الوسطى بتاريخ 21 يوليو 2022 وكذلك قرارات مجلس التعاون حول بناء التعاون مع دول آسيا الوسطى وأشار البيان إلى اعتماد خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي وتعاون بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للفترة من 2023 حتى 2027 بما في ذلك الحوار السياسي والأمني وتعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز التواصل بين الشعوب كما أكد الوزراء على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ السريع لهذه الخطة على الوجه الأكمل على المستوين الثنائي ومتعدد الأطراف